السلام عليكم ويهلا بكم في فيديو جديد. في فيديو ان شاء الله ياخد معكم تجربة سحب الاموال من بيبال على الحساب البنكي المصري بعملة الدولار. وبرضه ياخد معكم تجربة سحب الاموال من بيبال على الحساب البنكي المصري اللي بعملة الجنيه المصري. وهنشوف مين فيهم اللي هيقبل معنا السحب بنجاح. وبرضه هنتعرف على رسوم التحويل من بيبال الحساب البنكي المصري سواء بعملة الجنيه المصري او وعملة الدولار وقت الوصول المقدر يعني بياخد وقت قدي لحد الفلوس ما تسمى في حسابنا البنكي وهنا تعرف برضو على حل مشكلة ان احنا عملنا تحويل من بيبال الحساب البنكي والرصيد خاصة من بيبال ومع ذلك ما تسمعش في الحساب البنكي نعمل ايه في الحالة دي او نصرف ازاي او على الاقل لنفهم ايه اللي بيحصل في الموقف ده وهناعرف مع بعضين برضو من خلال الفيديو ده هل ربط الحساب البنكي وحديه بالبيبال يكفي لتفعيل البيبال تفعيل كلي واقدر استلم عليه فلوس ولا لا ولو ما ينفعش ايه البديل ويهي الحل في الحالة دي علشان اقدر استهب الاموال على البيبال وابعت فلوس من البيبال لحساب البنكي وهنا تعرف برضو على الفرق ما بين السحب على حساب البنكي والسحب على الفيزا الفيديو ده مهم وفيه كم معلومات لازم تكون عارفها خليني الاول نبدأ بتجربة سحب الاموال من البيبال على حساب البنكي الدولاري المصري الدولاري وبعدها نخط تجربة سحب من البيبال على الحساب البنكي المصري بعملة الجنيه المصري والجزء الاهم واللي مش عايزك تفوته علشان ما تخسرش فلوس في فرق السعر هو الجزء الاخير من الفيديو اللي هتكلم فيه عن الفرق ما بين السعب على الحساب البنكي او السعب على الفيزة وامت اسحب على حساب البنكي وامت اسحب على الفيزة وحط احت الجملة دي خمسين خط لانها مهمة جدا لو عاوس تستفيد بفرق السعر مبدئيا الفيديو اللي انت بتشوفه دلوقتي تصور تقريبا على عشرة ايام علشان تشوف تجربة عملية كاملة للتحويل على الحساب الدولاري والتحويل على الحساب الجنين المصري وحولت كمان فلوس مخصوص من الفيزة بتاعتي بتاع روديد بي على البي بال علشان اجرب عليها ده كله طبعا علشان تشوف تجربة حية عملية قدامك وطبعا علشان انا شخصيا كمان اتأكد هلينفع التحويل على الحساب الدولاري ولا لا ولو نفع بياخد وقت قد ايه فاتمنى الفيديو ياخد حقه في التفاعل وقيم الفيديو بالطريقة اللي انت شايفها مناسبة لك. انا حولت من الفيزا بتاع رو دوت بي من حساب بي بالي التاني لحساب ده حولت خمسة وعشرين دولار واصلني تلاتة وعشرين دولار وخمسة وتمانين سنت. تمام? هبدأ بقى دلوقتي احول على الحساب الدولاري المصري. تمام? حسابي في بنك مصر بالدولار هحول عليه مبالغ مالية. تحويل مبالغ مالية. تمام? وامشي معك بقى خطوة بخطوة كده. تمام? عندي هنا الرصيد الاجمالي تلاتة وعشرين دولار وده حساب التوفير اللي هو الحساب الدولاري. تمام? وتحت كده بيقول لي الرسوم بمية خمسة وعشرين جنيه. ممكن اضعت على تحرير بالشكل ده. بيجيب لي كل الحسابات اللي انا انا احاول عليها. اول حاجة بتاع بنك مصر. تاني حاجة ده حساب التوفير بالجنيه المصري. اخر حاجة ده الحساب الدولاري. تمام? هحددنا الحساب الدولاري. وزي ما تشاف كده بيقول لي الرسوم هتبقى مية خمسة وعشرين جنيه برضو. سواء في الحساب الجنيه المصري او الحساب الدولاري. انما الفيزة الرسوم بتاعتها بتبقى خمسة دولار. الرسوم التحويل خلال اي يوم في الشهر بتبقى خمسة دولار. اولو تصديق بالشكل ده. تمام? وادي رصيد المتاع بتاعي. واختار رمز الغرض او الغرض من التحويل. اه هو اجيب لي غرض واحد. ويقول لي سوف وتحصل على الف جنيه وخمسين ارش. وبقول لي سعر الصرف الواحد دولار بتاع البيبال بيساوي سبعة واربعين جنيه وتساحتاشر ارش. اولو تحويل الان. تمام? تم تحويل الف جنيه وخمسين ارش. وقت الوصول المقدر واحد يوم. الى الحساب البنكي ده. تمام? طبعا ده الحساب الدولاري. ركز معي علشان بعد شوية انحول على الحساب بجنيه المصري. بس الاول هنشوف بقى التحويل ده هينفع معانا وهنجح ولا لا? ولا يفشل. اهو قبل فيديو دلوقتي وكمل تصوير الجزء التاني لما نشوف الرصيدة يسمع معي في الحساب الدولاري ولا لا? التحويل ده كان يوم تلاتاشر تلاتة الفين اربعة وعشرين. تلاتاشر تلاتة الفين اربعة وعشرين. السلام عليكم ويأهلا بيكم في الجزء التاني من الفيديو. التحويل زي ما انت شفتوا كده كان يوم تلاتاشر تلاتة الفين اربعة وعشرين والرسالة بتاع التحويل المسترجع جات يوم تمنتاشر تلاتة الفين اربعة وعشرين. يعني تقريبا اخذت خمس ايام. زي ما كان متوقع طبعا ان التحويل على الحساب البنكي المصري الدولاري هيفشل بالفعل فشل. عزاران لم نتمكن من اتمام طلبك بتحويل ارصيدة مالية من حسابك على الahoساب البنكي. ورجعلي الفلوس على البيبال مرة تانية. يبقى كده تأكدنا ان التحويل على حساب البنكي المصري دولاري بيفشل. ما ينفعش يتحول على حساب دولاري. لازم تحول على حساب بنكي مصري بعملة الجينه المصري. اه ده حسابي على البيبال. رجالي المبلغ اللي انا حولته على الحساب الدولاري المصري. دلوقتي بقى احول معكم مبلغ ده على حسابي اللي بالجينه المصري. تمام? هقول لنا تحويل مبالغ مالية. جاب لي دلوقتي حساب الدولاري. انا ممكن اعمل هنا تغيير. تمام? انا مش عارف اللغة اظهرها لي كده. انا اعمل عادة تحميل. تمام. المهم ما بعمل تغيير من هنا. تمام? ده اختار بقى سواء كنت احاول على الفيزة. دي الفيزة اللي هي فيزة جولد الخاصة في بنك مصر. عمال تحويل بتبقى خمسة دولار. لكن بالنسبة لحسابات البنكية لامولة بتبقى مية خمسة وعشرين جنيه دي سبتة. تمام? سواء هنا او هنا دي بيبقى مبلغ ثابت. مش بتبقى نسبة على المبلغ المتحول. يعني ونفرض ان انا حولت عشرين دولار بياخد برضو عمولة كام? خمسة دولار على الفيزة. لو حولت الف دولار او الفين دولار برضو هياخد عمولة خمسة دولار لو حولت خلال الشهر. انما اول الشهر اللي هو يوم واحد في الشهر بيبقى التحويل التلقائي. وده مفوش اي عمولة. السحب بيتم بدون اي رسوم. طيب بالنسبة للحسابات البنكية بقى. الحسابات البنكية مفهاش سحب تلقائي. يعني انت لازم تسحب يدوي بيدك. سواء بقى يوم واحد في الشهر او خلال اي يوم في الشهر. بيبقى فيه مبلغ برضو سابت بيبقى مية خمسة وعشرين جنيه. يبقى احنا كده اتفقنا ان المبالغ دي سبتة الرسوم دي تبقى سبتة. وبالنسبة للتحويل على الحساب البنكي او السعب على الحساب البنكي. بيبقى فيه رسوم سابتة مية خمسة وعشرين جنيه. ومفوش تلقائي. ده عندي الحساب الدولاري. وده حساب بالجنيه المصري. انا طبعا المرة اللي فاتك سحبت على الحساب الدولاري وفشلت. دلوقتي هسحب على الحساب اللي بالجنيه المصري. تمام? وبعد كده اقول له تصديق. وهنا بقول لي هتحاول قديه هقول له هحاول المبلغ كله. تمام? والحد الادنى هنا للتحويل بيبقى عشرين دولار. يعني او كتبت له مسلا هنا هحول عشر دولار مسلا. المبلغ اللي زيت خلطه اقل من الحد الادنى اللي هو عشرين دولار. تمام? فانا هقول له حول المبلغ كله اللي هو تلاتة وعشرين خمسة وتمانين سنت تمام? وهنا هجايب لي شوية معلومات بقى بقول لي قديه حساب التوفير بتاعك تمام? والرسوم هتبقى مية خمسة وعشرين جنيه وتجري المعاملات وتجري التحويلات عادتها خلال يوم واحد. هنشوف برضو خمسة ايام زي ما حصل معي في الحساب الدولاري تمام? الغرب من تحويل ما فيجر اوبشن واحد اختاره تمام? وبعد كده استخدم مازل رمز في المعاملات المستقبلية ماشي تمام? وبعد كده بقول لي هحول لك تسعمية سبعة وخمسين جنيه واحدة سبعين ارش. حسب الدولار هنا بخمسة واربين جنيه وتسع وتلاتين ارش. وركز معي بقى في المبلغ اللي زهر هنا دلوقتي اللي هو تسعمية سبعة وخمسين جنيه واحدة سابين قرش. علشان هرجع مع بعضينا المبلغ ده لما يظهر في حساب البنكي على تطبيق الانترنت البنكي. هقول لنا تحويل. لقد حولت نسامية سبعة وكمسين جنيه واحد سابين قرش. وقت الوصول المقدر واحد يوم. تم بنجاح. رصيد دلوقتي في البيبال اصبح زير دولار. وهنشوف بقى التحويل ده هيوصل لنا خلال قدية. هوقف فيديو دلوقتي واول ما يوصل لنا التحويل اكمل الفيديو ونشوف وصل في قدية. يوم اربعة وعشرين مارس واصلني التحويل بتاع البيبال على حساب البنكي وسمع معي في الحساب تسعمية سبعة وخمسين جنيه واحد وسبين قرش. بالفعل نجح التحويل على الحساب البنكي اللي بعملة الجنيه المصري. وطبعا زي ما انت اخد بالك كده نفس المبلغ اللي كان موجود على البيبال. اللي انا طلب تحويله من اللي هو تسعمية سبعة وخمسين جنيه وواحد وسبعين قرش. ده طبعا على سهر الدولار وقتها. طيب دلوقتي جينا لسؤال مهم وهنجاوب عليه. هل ينفع الحساب البنكي المصري يفعل تفعيل كلي? يعني انا عندي بيبال لسه جديد او فاضي مش مربوط عليه اي كروت من قبل كده? ولا متفعل? هل لو رابطت عليه حساب بنكي? الحساب البنكي ده هيفعل البيبال معي ويخلي البيبال يقدر يستريم فلوس? الاجابة هي لا. الحساب البنكي وعادي ما ينفعش ان هو يفعل تفعيل كليه. ده من خلال تجارب الناس اللي جاء رابط كانت عندها حساب البيبال لسه جديدة ورابط عليها الحساب البنكي وجات تستقبل اموال ما ينفعش ان هي تستقبل اموال على بيبال. فلما توصلوا مع دعم قال لهم لازم البيبال يكون متفاعل بفيزة. وحاليا دلوقتي افضل فيزة تفاعل بها البيبال هي فيزة ردود بي. زي ما انت شايف كده ده حساب البيبال كان جديد عندي. وعملته معكم في فيديوهات قبل كده. والحساب ده فعلته بفيزة ردود بي. والحساب تفعل ما فوش ادنى مشكلة وبستقبل اموال وبيبعت اموال. ودي الخمسة وعشرين دولار اللي انا بعتها على الحساب التاني اللي عملت عليه التجربة في الفيديو ده. كده الحساب ده بعت. وهنا الحساب ده مستقبل اهو تمام? ده كان مستقبل واحد دولار. لكن بقى لعيب في فيزة ردود بي ان هي مش بتسحب. تمام? لو جيت تسحب على فيزة ردود بي ما بتقبلش السحب من بيبال. بالنسبة الفيزة ردود بي انا عملت عنها فيديوهات كتيرة جدا على القناة. والفيزة حاليا تقدر تحصل عليها بشكل مجاني. في عرض الوقت شغال خلال شهر رمضان ممكن تحصل على الفيزة بشكل مجاني. الفيزة حاليا دلوقتي بتشتريها بمبلغ اربعة دولار وينزلك هدية خمسة دولار. يبقى انت كده بتشتريها ببلاش وبتاخد عليها كمان واحد دولار هدية. رابط الفيديو هصيبه لك في الوصف اسفل الفيديو. تعالى بقى نشوف مع بعضينا كده الفرق ما بين التحويل على حساب البنكي والتحويل على الفيزة. وامتى استخدم التحويل على حساب البنكي وامتى احول على الفيزة يكون افضل بالنسبة لي. انا دلوقتي واحد عندي البيبال مربوط عليه حساب بنكي ومربوط عليه فيزة. لا افضل بالنسبة لي بقى ان انا اسحب الفلوس اللي موجودة في البيبال على الفيزا ولا اصحابها على حساب بنكي? ويهي الفرق? بص يا سيدي مبدئيا كده لو الفلوس اللي عندك موجودة في البيبال اكتر من ستين دولار فالافضل ان انت تصحابها على الفيزا. ده هيوفر معك. انا دلوقتي بتكلم على حسابات البيبال اللي مربوطة بالفيز بتقبل السحب من بيبال. مش بتكلم عن فيزا ردود بي. تمام? انا بتكلم عن حد عنده البيبال بتاعه ورابط حساب بنكي ورابط فيزا. وممتاح ليه ان هو يصحب على الفيزا وممتاح ليه ان هو يصحب على الحساب البنكي. فالافضل ان هو يصحب على الان فيهم ده اللي بتكلم فيه دلوقتي. فانا زي ما اقول لك كده لو عندك رصيد ازيد من ستين دولار فالافضل ان انت تصحابه مع الفيزا. ليه? هقول لك ليه? تعال نجيب الال حسب مع واضينا كده ونحسبها. انا دلوقتي حولت مبلغ تلاتة وعشرين دولار. تمام? تلاتة وعشرين دولار وخمسة وتمانين سنت. حسب لي سعر الدولار بكام? هساب لي سعر الدولار بخمسة واربعين جنيه وتلاتين قرش تقريبا. تمام? بيسوي كام? الف وتمانين. نقص منهم المية خمسة وعشرين جنيه اللي هي الرسوم. يبقى الصافي تسعمية خمسة وخمسين. تمام? كلام جميل. طيب ونفرض بقى ان المبلغ ده انا كنت سحبته على الفيزا. نحسبه كده. اه تلاتة وعشرين دولار وخمسة وتمانين سنت. هنقص منهم الخمسة دولار العمولة بتاع السعب على الفيزا. تمام? اصبح عندي الصافي احول تمنتاشر دولار وخمسة وتمانين سنت. في سعر الدولار بقى بيزيد اتنين جنيه. لما بسحب على الفيزا سعر الدولار بيزيد اتنين جنيه. يعني بيحسب لي الدولار بسبعة واربعين جنيه. بيحسب لي بنفس دولار البنك. لان في سعرين للدولار في بيبال. في سعر البنك لما بتحول على الفيزا. وفي سعر دولار بيبال. وده بيبقى لتقريبا اتنين جنيه على سهر البنك تمام? فلو ضربنا المبلغ ده في سبعة واربعين جنيه هلا اصافي عندنا كام? تمنمية خمسة وخمسين. انما هناك تسعمية تقريبا خمسة وخمسين. يبقى انا لو كنت حاولت المبلغ الصوير ده على الفيزة كنت اخسر اكتر. تمام? تمام. طيب ونفرض مسلا ان في ناس بتستلم مبالغ كبيرة على البيبال ونفرض مسلا خمسمائة دولار مع ان خمسمائة دولار مش مبلغ كبير ولا حاجة. تمام? بس عشان احسب عليها. خمسمية لو حاولتهم على الحساب البنكي. تمام? احسبي الدولار بخمسة واربعين جنيه. في خمسة واربعين جنيه وتلاتين قرش. تمام? اتنين وعشرين الف ستة مية وخمسين. اطلع منهم المية خمسة وعشرين جنيه العمولة. يبقى الصافي عندي كام? اتنين وعشرين الف خمسمية خمسة وعشرين. كلام جميل? ده بالنسبة للسعب على الحساب البنكي. طيب. والنفرض ده لسعبت المبلغ ده على الفيزة. خمسمية دولار. ناقص. الخمسة دولار اللي هي الرسوم بتاع الفيزة. اللي بتخصم. تمام? يبقى الصافي عندي اربعمية خمسة وتسعين دولار. اللي مفروض استلمو. في سعر الدولار بقى انا كام? سبعة واربعين جنيه. كلام جميل. بيساوي. تلاتة وعشرين الف ميتين خمسة وستين. شايف فرق الرقم ده من الرقم ده? ده لو حاولت على الفيزة وده لو حاولت على الحساب البنكي. تمام? يعني لو طرحتهم من بعضهم كده علشان نشوف الفرق. ناص اتنين وعشرين. خمسة اتنين خمسة. فرق عندك سبعمية وتلاتين جنيه. ده لو حاولت اصحب خمسمية دولار. وانا بالنسبالي لما عدت حسابتها مع نفسي كده بس لان مش هايز التويل عليك في فيديو. لقيت ان انت لما تصحب مبلغ اعلى من ستين دولار فالافضل ان انت اصحابه على الفيزة. اقل من ستين دولار اصحابه على حساب البنكي هيكون اوفر ليك. ده كله طبعا بنتكلم عن السحب اليدوي او التحويل اليدوي. مش بنتكلم عن التحويل التلقائي. لان التحويل التلقائي بيكون على الفيزة وبيكون يوم واحد في الشهر. اول يوم في الشهر. والتحويل بيبقى مجاني مفيش عليه اي رسوم. بس احنا بتتكلم دلوقتي في الناس اللي هي بتحب يتحول يدوي. الناس اللي ما بتحبش تسيب فلوس في البيبال. بتقلق ان هي تسيب مبالغ كبيرة موجودة في البيبال. وتفضل ان هي تصحبها يدوي. فانا قلت لك على فرق المابيل لتنين وانت بالنسبالك اختار الانسب منهم ليك. وعلى فكرة الرصيد بيسمع في الفيزا فوري وقتي. انما في الحساب بنكي بياخد تقريبا من اربعة لخمسة ايام. لحد ما يسمع في رصيد حسابك البنكي. لحد كده انتهى الفيديو بتاعنا لو حد عنده اي سؤال بخصوص موضوع النهاردة يسيبه لي في تعليق ولا ان شاء الله برد عليه او بعمل فيديو تاني تكميلي برد فيه على السؤال بتاعه. بتوفيلكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.